ما هي المعلومات الشخصية التي مطلوب مني أن أكتبع على ورقة الامتحان أول ما أستلمها؟ هل يجب أن أكتب إسمي أو بتاريخ أو ماذا أفعل بالضبط؟ أول شيء، الأوراق عندما تأتي من المنظمة التعليمية، في هذه الحالة يمكن أن تكون غاست مثلاً تأتي الأوراق مطبوعة بشكل كامل، يعني كل ورقة محطوط عليها اسم الشخص الذي يريد أن يعمل الامتحان بالإضافة إلى رقم معين يعني الطالب الذي يعمل الامتحان اسمه مكتوب وفيه رقم معين بيسمه إدنتي فيتسيغونغس نوماي يعني أنه يتعرفوا على هذا الشخص عن طريق الرقم أكثر من الاسم فهذه تكون مكتوبة، الذي المفروض أن يكتبوا على ورقة الامتحان أول ما يستلمه هو فقط تاريخ اليوم الذي يعمل فيه الامتحان بالإضافة لتوقيعه الشخصي والسؤال الثاني هو هل ممكن أنا كممتح أن أعرف أن هذا الشخص عم يعيد الامتحان أو لا؟ بالنسبة لي هذا الأمر بيكون أبداً ما أنا واضح إلا أنه إذا كنت بعرف الشخص أنه هو عم ييد الامتحان من كورس تاني أو كذا سيكون أنا بعرف الشخص بشكل شخصي بينما غير هيك أنا ما عندي أي معلومات أنه هذا الشخص عم يعيد أو لا إلا إذا المدرسة كمان خبرتني أنه هذا الكورس اسمه فيداولاكوس يعني هو عم يعيد الامتحان للمرة التانية ولكن الشخص اللي ممكن يعرف أو المرضوة التعليمية هي أكيد رح تعرف بشكل عام أنه هذا الشخص عم يعيد الامتحان للمرة التانية أو التالتة وما إلى ذلك ولكن أنا كشخص بس عندي المعلومات اللي بتعطيني إياها المدرسة أو المركز الامتحان اللي عم يعمل فيه الامتحان بالإضافة إذا كنت أنا بعرف هذا الشخص بشكل شخصي غير هيك أنا ما عندي أي معلومات سلام ترجمة نانسي قنقر